اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأنكم تذهبون إلى الروايات لتستدلون بها على الإمامة اريد آية محكمة بينة مثل قوله تعالى في النبوة محمد رسول الله مثل قوله في التوحيد قل إنما إلهكم إله واحد هذا هو السؤال الأول السؤال الثالث في حديث السقلين قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم ما أنتم تفقتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعصرة في أهل بيتي أريد أن أسأل سماحة الشيخ ما هو الدليل على التخصيص 12 خليفة من العصرة كما نعلم أن العصرة ليست فقط للـ 12 نقطع الاتصال الضال خلص رصيد الأخ حسن ونقطع المشكلة بس وصلت للفكرة ثلاث أسئلة نجاوب عليهم إذا ما عندكم اتصال من بكري إذا ما عندكم نرجع على سؤال الأخ حسن من بلجيكا يريد آية قرآنية محكمة تأمرني أن لأئمة من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وآله إثنى عشر ولا تحتجون بآية إنما وليكم الله ورسوله لأن هذه الآية ليست محكمة أريد آية محكمة وواضحة أنها تخصص إثنى عشر إمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله تدرون أيها الأخوة وأيضا أخاطب هذا الأخ السائل تدرون شنو هي المشكلة 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 هي في الهبوط المعرفي الهائل والهبوط الإدراكي الهائل عند ما تبقى من مشايخ الطائفة البكرية إذروا يروجون هذه الشبهات ويحسبون أنهم قد استادوا الشيعة الرافضة بها أنا أعرف بهذه الشبهة يروجونها في وسائل إعلامهم أنه الشيعة لا يملكون آية محكمة واحدة تثبت الإمام وأن هذا يسقط مذهبهم من رأس ويروجون هذا في الفضاء الإعلامي كله ويلتقطه المساكين من أبناء الطائفة البكرية ويظنون أنه قد أحكم الوثاق والقيود على رقاب الشيعة ماكو جواب في المقابل مع الأسف أيضا هذا موجود أنه من يتصدى للجواب حتى من طرف الشيعة ليسوا على ذلك المستوى العلمي اللي يستطيعون أنه يجيبون على هذه الشبهات بأقل من خمس دقائق المستوى هابط بشكل عام إحنا أمتنا بشكل عام متخلفة منحدرة لذلك الجهل يفشو والغباء أيضا يفشو وكل واحد يتكلم فيما لا يفقه وخلص والأمور تبقى على حالها شوف يا أخي أولا هذه الشبهة علميا غلط طرح السؤال غلط طرح السؤال بحد ذاته خطأ ليش لأنه هذا مثل شوف ليش أقول غلط يعني علميا صياغة السؤال خطأ لأنه هذا مثل الذي يقول تعال أثبت لي كيف أنه واحد زائد واحد يساوي ثلاث تقول لي يا أخي السؤال خطأ السؤال علميا خطأ ما يقتنع هذا تحترم عقل هكذا يقول يقول تعال اثبت لي واحد زائد واحد شلون يساوي ثلاثة تقول لي السؤال صياغتك في السؤال خطأ هذا أمر السؤال أنت تتقدمه بشكل خاطئ تبني على شيء خاطئ تبني على أن الواحد زائد واحد يساوي ثلاثة فتريد برهان على ذلك البناء غلط فكيف تطلب برهانا على ذلك أحسنتم وهذا عادة ما نواجه به الملحدين الملحدين للعلم أول سؤال يوجهونه للموحدين الماديين الطبيعيين الملحدين أول سؤال يوجهونه للمؤمنين للموحدين من أين جاء الله يقول هذا السؤال ما تجاوبني أنا أبقى ملحد تقول لي يا أخي هذا السؤال فلسفيا خطأ علميا خطأ ما يصير تقول من أين جاء الله يقول لا هذا السؤال صحيح اتبين لتقول لو أنت بنيت على شيء خاطئ وهو ماذا حين تقول من أين جاء الله فكأنك تفترض عروض العدم على الله والله واجب الوجود ليس مسبوقا بعدم فما بنيت عليه خطأ فسؤالك علميا خطأ فكيف تريدني أجيب أبرهن على بناء خطأ من يقبل هذا السؤال هو من هذا القبيل بنى على شيء خطأ وهو ماذا على مقدمتين فاسدتين بناء أين فاسدين البناء الأول أنه تصور معنى الإحكام في غير معنى يفسر الآية المحكمة بمعنى أنه لازم تنزل آية بهذا المعنى أيها الناس إنما وليكم الله ورسوله وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد إلى سائر الأئمة عليه وسلم يقول هذا معنى المحكمة أما قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم يقول هذه ليست بآيات محكمة أولا يقال له أنت بنيت على شيء خطأ وهو أنك لم تفقه معنى الإحكام ترى هذا الأمر لا يقول وحتى أرباب المخالفين يعني أنت إذا ترجع إلى علماء التفسير منهم لا يفسرون الآية المحكمة بأنها آية لابد أن تعدد الأسماء بصراحة وتذكر التفصيلات بصراحة وإلا خرجت عن حد الإحكام لا يقول بهذا مفسر واحد أصلا يحترم علمه حتى من المخالفين تفسير الآية المحكمة معنى الآية المحكمة هو هذا ما فيه وضوح ويقابل الآية المحكمة الآية المتشابهة وهي ما لا ما ليس فيه وضوح يعين معنى مستقرا فيحتمل أكثر من معنى فتصبح متشابه هذا هو الفرق بين الآية المحكمة والآية المتشابه وليس الفرق أنه الآية لابد أن تكون معددة للتفاصيل وإلا خرجت عن الإحكام أو أن الآية المحكمة هي ما لا تحتمل معنى آخر مطلقا أبدا لا قائل بهذا إذا نفتح هذا الباب اتصير قامت اتصير وأقيم الصلاة اتصير آية متشابهة نقول لا ما أدرانا هي المراد هذه الصلاة بعينها بهذه الحركات هذه ليست مذكرة في نص الآية ولا مذكرة في القرآن هيئة الصلاة وكيفية الصلاة فإذا خرجت هذه الآيات عن الإحكام فليس هناك وجوب لإقامة الصلوات المفروضات لأن الصلاة بالأصل في اللغة ماذا؟ دعاء وأقيم الصلاة يعني أدعو واحد من المحارفين بالكويت أنا أذكر كان يقول أنا أصلي ولكن شلو أن أصلي يقول أتمدد هالشكل على الفراش وأفكر بأله وأسبح الله وخلاص هي هذه صلاتي هاي كافي ملازمة أدي هاي الحركات إذول قرآنيين ما قرآنيين ما يؤمنون بالسنة شايفة شلون البناء حين يكون خطأا عدم تنقيح معنى الآية المحكمة عدم فهم معنى الآية المحكمة يصير خطأ في البناء فصياغة السؤال تكون غير علمية فالبرهان ينتفي لأنه البرهان لا يقدم على نتيجة على بناء الخطأ هاي المقدمة الأولى الفاسدة المقدمة الثانية الفاسدة أنهم افترضوا أن أصول الدين على حد زعمهم لا بد أن تثبت بالكتاب وحده أما الفروع فلا بأس بأن تثبت بالكتاب والسنة الأصول لازم تكون في الكتاب وحده فإذا لم تكن في الكتاب محكمة صريحة فإذا ليست من أصول الدين هذا أيضا بناء خطأ هذا بناء خطأ إذا فتحنا هذا الباب ففتق عظيم يأتي على نفس أهل الخلاف يغرقهم أهل الخلاف خاصة الحنابلة أهل الحديث منهم الأشاعر أشاعر ماذا يقولون أحمد بن محمد ماذا يقول يقول كتاب الله هذا شوف كتاب الله هذا ليس بمخلوق من قال هذا مخلوق كفر 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 هذا كلام الله قديم مع الله لأنه كلام الله زين هذا مبدأ عقدي أم لا سؤال هذا متصل بالتوحيد متصل بالتوحيد هذا يكفر لما شخص يكفر يعني شنو يعني خرج عن أصول الدين خرج عن أركان الدين خرج عن قواعد الدين وإلا لا يسوغ لك تكفيره هذا معروف لسنا من الخوارج حتى نكفر مرتكبة كبيرة مثلا هذا مو كبيرة هذا يعتبره علماء أهل الخلاف شيئا من الأصول القول بقدم القرآن وأنه ليس بمخلوق من قال القرآن مخلوق كفر في قبال المعتزل المعتزل يقول قرآن مخلوق زين السؤال هاتي لنا آية على المعنى الذي أنت تفهمه في القرآن الحكيم تنفي مخلوقية القرآن جيب جيب لي آية في القرآن إن كلام الله غير مخلوق أكو هل هناك آية هكذا فإذن كيف اعتبرت هذا الأمر من الأصول على قاعدتك هذا لازم يصير من الفروع لا تكفر أحد إذا قال بخلاف ذلك فإذن المشكلة الموجودة عندهم هي هذه أولا لم يفهموا معنى الإحكام وبنوا على مقدمات فاسدة نحن نقول من جانبنا في القرآن الحكيم آيات محكمات في إمامة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام آيات محكمات المشكلة عندك إذا لم تفهمها أنها آية محكمة شنو معنى الإمامة الإطاعة أن تطيع الإمام صحيح؟ الله بصريح العبارة يقول هذه شوف أنت عرضها على نفسك الآن هذه آية محكمة أو لا وأطيع الله وأطيع الرسول وبعد وأولي الأمر منكم وضح هناك ولاة أمر هذه آية محكمة في مبدأ الإمامة قطعا تقول لي إنها لم تسمي فخرجت عن حد الإحكام أقول لك أنت لا تفقه في علم التفسير شيئا ولا في علوم القرآن شيئا التسمية لا تخرج الآية عن حد الإحكام تسمية أولي الأمر مشرط في نفس الآية لم يسمى الرسول ذكر أنه محمد صلى الله عليه وآله ما ذكر وأطيع الرسول ليش ما يكون إبراهيم مثلا مو النبي يقول ها في آيات أخرى ذكر اسم النبي الرسول محمد رسول الله صحيح صلى الله عليه وآله فإذن بقرينة هذا نحن نعلم بأن المراد بالإطاعة والمراد بالرسول ها هنا هو شخص النبي الخاتم صلى الله عليه وآله هنا تستطيع أنت بعد تخلي القيد عليه تقول له تعال السؤال السؤال هذا اللي أقول إحنا بخمس دقائق نقدر نرد الشبهة ونخليهم هم أصلا يغوصون ويقعون في حي صبيص بسببها ما يعرفون أصلا شي يجاوبون بس مع الأسف من طرفنا ماكوا أناس يفتهمون زين ولا يعرفون فن الجدل الكلامي على ما كان عليه المفيد وعظماء التشيع آنذاك ما يعرفون هاي الأشياء قل له تعال أين ذكر في كتاب الله عز وجل اسم النبي الخاتم في أي سور اسم النبي الخاتم ما ذكر إلا في السور المدنية سورة آل عمران سورة الأحزاب سورة محمد صلى الله عليه وآله سورة الفتح سورة الصف التي فيها أحمد صحيح كلها سور مدنية سؤال مهم سؤال جدا مهم المسلم الذي عاش في مكة منذ بدو البعثة إلى الهجرة ثلاثة عشر سنة كان مطلوبا منه من قبل الله أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله رسولا أم لا نعم كان مطلوبا منه كان مأمورا بإطاعته في كتاب الله واتباعه أم لا نعم كان مأمورا على قاعدتكم كان هؤلاء معذورون لأنه لم تكن هناك آية محكمة واحدة في شأن رسالة رسول الله وأنه هذا هو الرسول لا لا يوجد اسمه موجود خلص لازم كل من مات على الكفر في طوال هذه الثلاثة عشر سنة في من بعثة رسول الله إلى يوم هجرتي في مكة المكرمة ما عندهم دليل ماكو آية محكمة نفس المنطق الذي يتكلم به البكريون الآن نفس المنطق أكو كلمة الرسول ولكن لم يحدد اسمه لم يذكر اسمه صراحة طوال العهد المكي فإذا كانوا معذورين في أن لا يتبعوا الرسول خلاص انتهي أن يقولوا عاقل بهذا كيف عرفوا من أسلموا في العهد المكي أن المراد بهذه الآيات هو هذا النبي بهذا الاسم بهذه الصفة كيف عرفوا لا آيات محكمات على قاعدتكم إحنا نقول هذه آيات محكمة بس أنتوا تقولون ما آيات محكمة إذا ما فيها الأسماء المشكلة عندكم تتعسفون في فهم الآيات الكريمات كيف عرفوا يقولون ها بمطابقة المعجزة بمعرفة النبي هو الذي نزلت عليه الآيات هو أرشد قال أنا المراد بهذا الرسول أنا المراد أنا النبي صحيح هو نفس هذا النبي الذي نزل عليه قوله تعالى وأولي الأمر منكم حدد قال واحد اثنين ثلاثة فمعش نفس الشيء هو نفسه في العهد المدني فإذا نفس الشيء إذا قبلت إسلام من أسلم في العهد المكي بلا آية محكمة على زعمك لي عدم وجود ورود اسم النبي صلى الله عليه وآله وجب عليك أن تقبل من يعتقد بإمامة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام في العهد المدني مع عدم ورود أسمائهم في القرآن الحكيم الوزان واحد إذا لم تقبل ولم تعذر من كفر في العهد المكي بدعوى أنه لا يجد آية محكمة فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله إذا لم تقبل عذره فعليك أن لا تقبل العذر الذي تعتذر به أنت اليوم بدعوى عدم وجود آية محكمة فيها أسماء الأئمة الاثنين عشر عليهم الصلاة والسلام الوزان واحد القاعدة واحدة اتفكك انت صرت مزاجي ما عندك قواعد أصول إحنا مع المزاجيين ما عندنا كلام لأنه المزاجي مزاجي ما عنده قواعد أصول يمشي عليها يلوف يروح يمنع ويسرب كيف حسب مزاجه هذا ما يصير هذا مو كلام الآيات محكمات نعم تثبيت الأسماء تعين ولاة الأمر تعين الأئمة هذا أمر خاضع لبيان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولا الشرطة ما دام الأصل أصل الدين هذا ثبت في القرآن فالبيان بيان التفاصيل موكول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليصير أكو تعسف وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه وهذا كان كلام المشركين والكتاب يقولون نريد آية آية كيف نآية مزاجيين يريدون الشيء اللي هم يعجبهم مع كل هذه الآيات والمعاجز ما قابلين كلمة البكريين اليوم في مثل هذا التعسف عدم قبول هذا القرآن الحكيم رغم إرشاده الصريح إلى أئمة أهل البيت عليه وآله والسلام الواضح المحكم عدم قبوله هو نفس التعسف الذي كان عند أهل الكتاب الذين رفضوا رسالة ونبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وحكى عنهم القرآن ما حكى من تعسفهم في طلب الآية نفس الشيء سمعت شيخ نفس المعنى لابد أن يلتفت إلى هذا الأمر على أنه نحن نقول أنه تعال على رسلك من قال لك بأننا نلتزم بأن اسم أول إمام لم يرد في القرآن الحكيم نحن نلتزم بروايات يا إمتنا عليهم الصلاة والسلام وقراءتهم للقرآن الحكيم فنقول اسم علي موجود صراحة قال هذا صراط علي مستقيم اسم علي هذا اسم علي الآن أنتم تقرؤونها على القراءة الرائجة قراءة حفصا عن عاصم قال هذا صراط علي مستقيم شأنكم أنا لست محجوجا بي قراءاتكم ورواياتكم وأحاديثكم أنا محجوج بقراءات يا إمتي عليهم الصلاة والسلام ورواياتهم على أنه توافق هذه القراءة بعض قراءاتهم بعض قراءاتهم يوم أربعة عشر قراءة عندهم بعض قراءاتهم موجود هذا صراط علي مستقيم وقد نطقت الروايات الشريفة عن رسول الله بطرقنا عن إمتنا عليهم السلام أن المراد بعلي هنا هو علي بن أبي طالب اسم علي صلوات الله وَإِنَّهُ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ قال الأئمة علي بن أبي طالب الآية الأخرى لسان صدق علية قالوا المراد علي بن أبي طالب صلوات الله عليه محجوجون نحن بروايات أئمتنا أنت تقول أنا لا أقر بها الروايات شأنك شأنك وفي بدو البحث حقك ولكن ليس لك الحق في أن تقول ليس هناك آيات محكمات في القرآن الحكيم تتحدث عن مبدأ الإمامة نعم تعين الأسماء ليس شرطا في أن تعين في القرآن الحكيم كما لم يكن شرطا أن يعين اسم النبي صلى الله عليه وآله طوال فترة العهد المكي ومع ذلك كان مطلوبا من كل الناس أن يؤمنوا بأن هذا هو النبي وأن يقولوا أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد ولي محمد فليكن إذن البحث على طبق الأصول والقواعد حتى تكون هناك مساحة مشتركة نستطيع أن نصل إلى نتيجة أما المزاجيات وطرح الأمور على مقدمات فاسدة على أصول فاسدة على مباني فاسدة خاطئة فهذا يصعب إقامة البرهان عليه لأنه من الأصل خطأ سمعت شيخ سؤال الثالث يرتبط خلنا نجاوب على الثالث بعدين نرجع للثاني الثالث يقول حديث الثغالين تركت فيك ما أنتم مسكتم به ما لن تظلوا من بعدي ما هو الدليل على تخصيص 12 من العترة علما بأن العترة أكثر من 12 شخص الدليل على التخصيص الروايات المستفيدة بالتخصيص والدليل على التخصيص الإجماع القائم فإن إجماعنا وإجماعهم على أن العترة ليسوا جميعا معصومون هم يقولون العترة معصومون لا يقولون نحن نقول جميع العترة معصومون لا نقول نخص منهم ماذا الاثنى عشر إماما فبهذا الإجماع اللي إحنا شنو نسمي نسمي الإجماع المركب نخرج نقح هكذا نشوف ما هو القول المنفرد بالعصمة قولنا نحن لأن نحن وهم متفقون على عدم عصمة العترة جمعاء صحيح طيب وإذ ثبت في مقدمة أولى أنه إذ قرن رسول الله صلى الله عليه وآله بين الكتاب والعترة وأنهما لن يفترق صحيح لن يفترق أبدا فهذا دال على العصمة لماذا لأن الكتاب بالإجماع معصوم أحد من المسلمين يقول كتاب الله ليس معصوما معصوم وإذ جعل العترة قرناء وأعدال له ولي يفترق يعني لا يمكن يصير افتراق فإذا حكم العترة هو حكم الكتاب دائما فوجب أن تكون العترة ماذا معصومة والإجماع أن العترة بأجمعها ليست معصومة فيخص منها بدلالة المقدمة الأولى من يخص منهم المعصومين فقط وليس ذلك إلا قول الإمامية بالإثني عشر معصوما فثبتت عصمتهم هذا برهان كلامي كل من يفقه أسس علم الكلام يتوصل إلى هذه النتيجة بمحمد بن عليم بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة بالأطهار